ورد في الجانب الاتفاقية المنطقة والمنطقة الغربية المساعدات بخطوط عمليات الناقل البحر والمواني سبهنها مؤحدة لاستقبال لاستقبال العمليات اللي هي الشح البحر والآن نسعى نحن وخاصة في المنطقة الشرطية لأن يكون هناك رواج في عملية سبب التجاري مع الشرطية التونس وفتح الخطوط بشكل مستمر يعني حاجة لا حتى الموضوع يساهم في قلة الأسعار على البضائع المختلفة الموردة من الجانب التونسي في حديثنا في فكرة حتى إن شاء بعض الشركات اللي ممكن تكون خدمية مشتركة تكون زانبية التونسي والليبي بتقدمين بها مجموعات من جماعة الاتحاد العربي اللي نقوم حتى الاتحاد اللي بتوصيب يعني لإتمام هذا الموضوع الحديث عن شرط الجدوى والنجاعة من أجل إحداث هذا الخط ربما البعض يشترط أن يكون لهذا الخط أو تكون لهذا الخط مردودية عالية أو ربما ربحية عالية حتى يتم برمجته هل هذا الشرط بالنسبة لكم سيد الوكيل حتى يتم إنجاز الخط البحر يعني أنه يعني هناك إرادة سياسية في الموضي نحو إنجاز هذا الخط حتى لو ربما ما توفرش شرط المردودية العالية والله الموضوع ما يعني زي ما تقول مختبط بناحيتين ناحية في جزئية سياسية وفي جزئية حتى نهمل الجانب اللي هو الجانب التجاري والآآ الجانب تحقيق السروط يعني ما بيش هديب يعمل في هذا الزانب يخسر يعني لازم يكون في التوافق في الحالتين يعني قادر إن كان ونا أعتقد أن ما فيش ما فيش خسارة يعني بالعكس يعني قضايا المتواجدة الزانب التجاري تمر لحياً للمنطقة الشرطية أم فيها تمر برياً يعني فيها فيه إشكالة طريق طويل عادة مثلاً يبي تقعد على رقعة أكثر من ألف وسبعمية و تلسسين كيلو متر يعني على طول السواحد لو في حالة المرور البحري تقصر تقصر هذه برضا حتى تتخفف من عملية المرورة على على طول العامة يعني متواجدات الجانبين التمسو وهذا أنزع نحن برأينا أن نرمضو أنزع من عملية المرور البحري أنزع حتى من المرورة حتى على مستوى ربما الصناعات الغذائية سيد الوكيل ليبيا نعرف أنه ربما يعني تستورد أكثر من 80% ربما من حاجيات في صناعات الغذائية وتونس هي من بين المصدرين الرئيسيين لدولة ليبيا الشقيقة والبضاعة تونسية مطلوبة في الغرب أو في الشرق ليس الموضوع في نقل البضايا ممكن حتى يتطور في نقل السياحي وفي تباد الأنشطة السياحية يعني أغراضها متعددة وبعدين يتم اكتشاف في هذه المنطقة الشرقية وخاصة هذه المنطقة يعني فيها تضاريس جميلة من الزبل إلى البحر يعني لها مردودة قيم نراحنا مردودة قيم للا لإخواننا في المنطقة الشرقية المعارض وتظاهرات التجارية التي ربما تنعقد بشكل دوري في المنطقة الشرقية وفي بنغازي أساسا هل ربما بإمكانها الإسهام في استقدام المؤسسات التونسية والبضاعة التونسية ربما والمؤسسات المصدرة التونسية حتى تنشط الحركة التجارية البحرية بين البلدين الآن البضاعة التونسية لها رواش كبير تتخيل شيء في بعض البضاعات وخاصة في الصناعات الغذائية يعني حق رواش كبير لدى المستهلك في كل المنطقة اللي بي يعني